بكريستيانو رونالدو حكاية كريستيانو رونالدو الحكاية اللي حصلت واعتراضه في مباراة توتنهام قدام مانشستر يونيتد لما خرج من الملعب مبكرا حكاية فيها كثير من العبر هتكلم عنها تفصيلا بس لما أقول لكم الأول إيه اللي حصل عشان اللي ما يعرفش يعرف أزمة رونالدو مع مانشستر يونيتد خلال ساعات وخلال الأيام القليلة الماضية تعالوا نشوف مانشستر يونيتد أصدر بيانة رسمية يوم الجمعة أعلن خلاله استبعاد كريستيانو رونالدو من قائمة الفريق التي ستسافر إلى لندن لمواجهة شيلسي في الدولة الإنجليزية وذلك بسبب مغادرة رونالدو أرضية ملعب أولد ترافل قبل صافرة نهاية مباراة توتنهام لكن بداية الأزمة لم تكن في مواجهة لسبيرز إطلاقا الأزمة بين كريستيانو رونالدو وإيريك تينهاج المدير الفني لليونيتد بدأت في المباراة التحضرية الأخيرة للمانشستر يونيتد أمام رايو فييكانو حينما قرر الهولندي استبدال رونالدو بين شوطي المباراة ليتفاجأ به يرحل عن الملعب ملعب أولد ترافورد تماما قبل نهاية المباراة تينهاج كان واضحا في تعليقه على مغادرة رونالدو ملعب المباراة قبل صافرة النهاية وأكد مغادرة أي لاعب سواء كان رونالدو أو غيره ملعب المباراة قبل الصافرة أمر غير مقبول إطلاقا بدأ الموسم بعد ذلك وظهر واضحا أن رونالدو ليس ضمن الخطر الأساسية لتينهاج بعدما خاض مباراة فقط أساسيا من أصل عشر مباراة خاضهم من شوطي المباراة في البريمير ليج ولا أحد يعلم هل ذلك لسبب فني أم بسبب رغبة رونالدو في الرحيل خلال المركاتو الصيفي ومغادرته ملعب مباراة فييكانو في الجولة الثانية عشر وفي زل تقدم منشستر يونيتد على ضيفه التوتنهام بهدفين دونالدو في مباراة صعبة تفاجأ الجميع بمغادرة رونالدو ملعب المباراة قبل صافرة النهاية وهو في حالة غضب لتبدأ الشائعات هنا وهناك البعض يدافع رونالدو بتاريخه الكبير وتعامل تينهاج الغير لائق معه والبعض الآخر يرى أن المدرب هو صاحب الكلمة العليا ويجب احترامها هنا تدخلت إدارة منشستر يونيتد منشستر يونيتد قرر التدخل بقرار رسمي مفاجئ بإعلان استبعاد رونالدو من قائمة الفريق المسافرة إلى لندن لمواجهة شلسي وتدريبه مع فريق الشباب حتى عودة الفريق الأول يبدأ اللغط مجددا بين مؤيد ومعارض تينهاج كشف الحقيقة كاملة بعد ذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة شلسي طلبت من رونالدو الدخول كبادين لكنه رفض ذلك ثم غادر ملعب المباراة أكدت من قبل في وقاعة فيكانو أن ذلك لن يكون مقبولا على الإطلاق تينهاج كان أكثر وضوحا في التعليق على قرار إبعاد رونالدو وقال لقد كانت عقوبة لابد منها من أجل الحفاظ على عقلية وانضباط الفريق ككل حتى وإن كان غيابه سيؤثر علينا وسنفقده أمام شلسي لكن عقلية الفريق أهم نهارة من شلسي يتعادل مع شلسي في الثانية الأخيرة يعني طلال تعامل مع الأمر باحترافية شديدة وأصدر بيانا يعتزر من خلاله ضمنان عن مغادرة وملعب أولد ترافورد أثناء مباراة مانشستر يونيت وتوثناء شوف الكلام بقى اللي جيد عشان ده هندردش فيه كتير أوش وضع له قال إيه؟ قال أحاول أن أكون مثالا للعابين الصغار دائما لكن لسوء الحظ لا نستطع ذلك في بعض الأحيان في زل سخونة الأحداث كريسيان ألتزم بالقرار كراء إضاية مانشستر يونيتد وتوجه إلى ملعب تدريبات يونيتد في اليوم التالي واحترم قرار نادي وبالفعل تدرب مع فريق الشباب بلا أي مشكلة منصاعة لقرار مديره الفني إيريك تينهاج لحد ما جيلك ونتكلم مع بعض أقعد تخيل كده معي لو عندنا لعب كبير ونروح تدرب مع فريق الشباب ده مش لعب كبير ده أسطورة تينهاج اتخذ القرار الذي يراه مناسبة للحفاظ على انضباط يونيتد ويفرض حالة من السيطرة على غرفة الملابس بالكامل حتى إن كان على حساب الأسطورة رونالدو أما النجم البرتغالي التعامل باحترافية شديدة وإنصاع لقارات مديره الفني والإدارة وتدرب مع فريق الشباب رغم تاريخه الذي لا يخفى على أحد تعالى تعالى أقول لك الحصن من كريستيرونالدو ده الحكاية كلها حكاية يتكتب فيها كتب بص يا سيدي كريستيرونالدو ده عنده 37 سنة 20 سنة احتراف كرة القدم هو الأفضل في التاريخ عشان الناس ما تزعدش مني عشان مسي في الناحة التانية فممكن نهول هو أفضل مهاجم في التاريخ بالأرقام يعني أفضل هداف في التاريخ تمام؟ ده كريستيرونالدو عنده كم سنة الوقت 37 سنة 20 سنة بيلعب كرة مع ناس من المديرة وسبورتين الليشبورنا ومانشستان هونيتد وريال مدريد ويوفينتس ومانشستان هونيتد مرة أخرى كل الفرق اللي لعب فيها كريستيرونالدو دون أي مشاكل دون أي أزمة واضح أن علاقته مع مانشستان هونيت المتوترة من فضل الانتقالات الصيفية الماضية وكان عايز يمشي وكان ده معلن للجميع كمل قاعد على الدكة معتين هاج وراجل كل مرة بيقول أن كريستيرونالدو مهم للفريق كريستيرونالدو لازم يكمل مع الفريق اتنرفز في مرتين مباراة رايب هيكانو والمباراة اللي عامت المشكلة كبيرة مباراة توتنهام خرج كريستيرونالدو والكل سأل هيعمل إيه كريستيرونالدو بعد ما انسحب من الملعب قبل ما المباراة تخلص هل هيطلع يشغل أو يعني يطلب من مواقع أو إعلاميين أن هم يسندوه يساعدوه هل يهاجم إدارة منشستيرونالدو هل يهاجم الموديل الفني هل يبين أن هم الدايق ما هذا كريستيرونالدو ده كيان بذاته يعني ده منشستيرونالدو وده كريستيرونالدو ده كيان يعني كريستيرونالدو ده كيان مش لعب وخلاص ده كيان هل يستخدم هالة إعلامية عشان يدافع عن نفسه لا طب هو غلط هو اعترف بالغلط أيوة ده طلع تاني يوم بيقول أنا غلطان قال أنا دايما ببقى قدوة للشباب أو بحاول أبقى قدوة للشباب ودي لحظة غطب وكت غلطان فيها اعترف بالغلط كريستيرونالدو لو طلع قال أنا ما ينفعش يتعامل معايا اللي بيحصل فيها في مانشستيرونالدو محدش هيلومه ده كريستيرونالدو أكيد أهم من أي لعب في الدولة الإنجليزية أهم لعب في العالم مش في مانشستيرونالدو ده كريستيرونالدو التاريخ الاسم الكبير الراجل تعامل باحترافية شديدة تاني يوم بعد ما إدارة مانشستيرونالدو بص المسأل هوليك كم مسأل احنا ماشيين فيه إدارة مانشستيرونالدو بقى خافت وقالت لا أنا مش هطلع بيان أنا إلي دخلني مشكلة أو في مشكلة مع كريستيرونالدو إدارة مانشستيرونالدو هي إلي انتو بتحذروا معي أنا اتضرب مع فريق الشباب أنا كريستيرونالدو اتضرب مع فريق الشباب أنا اتطلعوا بيان ضدي أنا المدرّي بيستبعدني الراجل راح في معاده مران فريق الشباب في منشلسة الونايتد ايه ده يا راجل بجد طبعا مش هحط المقارنات بس هحطها انت في خيالك هحطها انت في خيالك عشان ما بحبش هحط المقارنات من النواية دي بس خليها في خيالك وتخيل معايا بقى لو ولو الراجل التزم يطلع بعد كده تينهاج نفسه في تصريحات صحفية يقول ان كريستيانو نالضه مهم بالنسبة لي واللي حصل ده خلاص مات وانه هو هيبقى موجود معايا في امبراطي اليوروب بليجين اللي جاية وانه ما عندش ازمة مع كريستيانو وهو مهم جدا في تشكيلة الفريق شايفين مدى الاحترافية مدى الاحترافية مفيش ولا واحد للإدارة ولا المدير الفني ولا اللاعب مش اللاعب العادي لللاعب الأسطورة خلاها مشكلة شخصية اللاعب غلط غلط كلنا منغلط يعني حراكو انت مثلا مهما كنت شخص هادي ومهزب ومحترم ومحترف وكل شيء في لحظة ممكن تغضب فيها وتخطئ فيها اللي بيغضب بيغلط وارد طيب كبر الموضوع هو بقى او تكبر على القصة لا انا غلط الادارة عقبته عقوبة مناسبة على قد الخطأ المدير الفني ما خدش الموضوع شخصي معاه وقال لك هيبقى موجود معاه في المباراة اللي جاية بعد ما تعاكم مباراة اللي هي مباراة شيلسي اللي كانت النهاردة وتعادل فيها منشلسة نايتد في اللحظة الأخيرة من زميل كريستيانو نالو في ريال مدريد الاسم التاريخي ايضا كاسيميرو اللي تعادل في الدقيقة الأخيرة قدام شيلسي بعد هدف ليه جورجانيو لتشيلسي تعادل كاسيميرو لمنشلسة نايتد ده الهامش انا بقولي القصة دي ليه ليه بدأت بيها ليه بدأت بيها الحلقة يعني اتكبرت الموضوع وخليته حلقة هو اولا الموضوع هو الاكبر في العالم خلال التالة اربعة ايام اللي فاته ده الاهم بس بالنسبة لنا لازم نتعلم اللعب الكبير اللي في مصر اللعب الرائع العظيم اللي في مصر حضرتك مش اكبر من نديك ولا نديك يتعسف معاك ولا مديرك الفني يقولك اصلا ما بحبوش فخلاص يركنه للأبد ولا حاجة ولا حاجة خطأ اعتذار تمن خلص الموضوع تماما ويبقى كريستيانو نالدو اسطورة الاساطير في كرة القدم ويبقى زي ما قلت في ختام او في بداية الانترو النهاردة ان احنا محظوظين جدا ان احنا عشنا عصر كريستيانو نالدو العصر اللي قارب على الانتهاء زي ما احنا محظوظين جدا ان احنا عشنا عصر اليونين ميسي العصر اللي قارب على الانتهاء للأسف للأسف بس حتى وهو بينتهي او يقترب من الانتهاء كل يوم فيه مثل وفيه قدوة وفيه حاجة تفضل عيش معنا لآخر العمر ده فيما يخص كريستيانون موت